إذا المتابعين الكرام كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة من خلال هذه الصور التي توصلنا بها والتي تعود لسيارات تابعة لمرتزقة البوليزاريو كما تشاهدون تم قصفها وتحويلها إلى الرماد وإلى خردة أثناء محاولتها الاقتراب من المنطقة العازلة أجدد الذكر المتابعين الكرام على أن هذه الصور لا يتم التقاطها إلا بحضور بعتة المينورسو التي تكون في عين المكان والتي تأخذ إذن من القوات المصلحة الملكية المغربية قبل أن تقوم بالتحرك في المنطقة العازلة لمعاينة هذه الأضرار أو مخلفات ديال القاس فكما تشاهدون متابعين الكرام هذه أحد السيارات رباعية الدفع على ما أظن ليست بطويطة هيلوكس ولكن سيارة رباعية الدفع يستعملها مرتزقة البوليزاريو من أجل التنقل من تندوف إلى شمال موريطانيا ومحاولة الدخول للمنطقة العازلة وكما تشاهدون متابعين الكرام لم يبقى فيها أي شيء كما نلاحظنا متابعين الكرام من خلال هذه الجزئية التي هناك في أعلى السيارة فإن الضربة جاءت من فوق السيارة القصف جاء من فوق السيارة ما يعني على أن القصف تم بواسطة الطائرة بدون طيار مغربية وكما تشاهدون فإن السيارة قد تحولت إلى رماد كذلك هنا من تابعين الكرام من خلال هذه الجزئية نرى نفس الموضع ديال اختراق القديفة أو الصاروخ للسيارة التي انفجرت في الداخل وقتلت كل من كان على متنها كذلك هنا من تابعين الكرام قتلوا وأذكر على أن هذه المحاولات تأتي من شمال موريطانيا كيجو من مخيمة الدول العرفي تندوف وكذلك يدخلوا لشمال موريطانيا قبل أن يتجهوا إلى محاولة الاقتراب من المنطقة العازلة للقيام بعمليات إرهابية أو استفزازية ضد القوات المصلحة الملكية المغربية والنهاية منتبعين الكرام تكونوا كما كالتالي كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة هذه هي النهاية دي لأي مرتزق أي مخلوق يحاول يدخل إلى المنطقة العازلة للقيام بهذه العمليات الاستفزازية ضد القوات المصلحة الملكية المغربية فتحية خاصة لجميع أفراد القوات المصلحة الملكية المغربية خصوصا عن المستوى الحزام الأمني الذين يقومون بعمل جبار وكذلك لطياري الطائرات المستوى المغربية الذين يقومون باستياد عناصر مرتزقة البوليزارو كما تشاهدون عملية الاستياد تمت بالنجاح وسوف أوافقكم بالمزيد من التفاصيل في قادم الفيديوهات لأن هناك المزيد من المعلومات تأتينا وطبعات الحل ندقيق فيها ونتأكد منها قبل أن نقوم بنشرها متابعيني الكرام أراكم في فيديو قادم